شوفوا هذي من حوضين اتوقع شاتلتين تشتل لنا اتوقع هي اللي راح تنقذ الموقف لنا شوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتابعين الكرام من جديد نعود للعبة محاكي المزرعة 22 واليوم ابشركوا بخلصنا الحقل هذا اللي جنبنا واللي بذرناه الفترة الماضية وفي الحلقة الماضية بالقطن والحقل الكبير الثاني اللي كنا نشتغل فيه حراثة تمت عملية الاسمدة وانتهينا من عنده والان احنا محتاجين نعمل له بذور بذور ضروري لا بد فراح اختار نوعية البذور اللي راح ابذره خلوني اشوف هذا وش اللي عنده طبعا انا بالنسبة لي ودي ازرع احد المنتجات هذه نروح نشوف الكالندر الزراعي فما ادي هل ازرع لكم اليوم قصب السكر ونكون كذا نجيب لكم حاجة جديدة طبعا قصب السكر اليوم اذا تطرقنا للموضوع قصب السكر او زراعة قصب السكر قصب السكر له ادوات ومعدات مختلفة عن جميع المعدات خلونا نشوف معدات قصب السكر طبعا نروح نشوف طبعا هذه التنزيلات لا ما انا بغى هذول الاشياء نجي هنا شقركان شقركان شوفوا هذه اللي زي الصندوق جهة اليسار لما تضغط البيع على المشتريات تحصلك زي الصندوق ويعطيك هنا القراين اللي هي الحبوب العنب الزيتون البطاطس الشمندر القطن كل الاشياء المتخصصة او لتخص هذا الشيء يعني اشياء كثيرة نجي الى الشقركان هذا قصب السكر هذه معدات قصب السكر ولكن هذه الباذرة احنا نحتاج الان الى الباذرة هذه لو بغيناها طبعا هل نشتريها نشتري كم سعرها اربعة وخمسين الف خلوني اروح اخذها من التاجر ونرجع معاكم ونشوف اليوم كيف زراعة قصب السكر طبعا جدا سهل ما فيه يعني كلافة كثير وموضوع سهل باذن الله معاكم الامور كلها تكون سهلة وهينة وجميلة معاكم واستمتع لما اشوف من عندكم تعليق جميل وتعليق متميز خاصة من متابعيننا الدائمين اللي تابعون ويحبون هذه اللعبة دائما تعليقاتهم تجي جدا جميلة ودائما لايكاتهم كذلك تجي جدا جميلة ونقول والله يعني بوجودكم وجود متابعتكم فعلا يجيني تشجيع اني اواصل معاكم هذه هي الباذرة الباذرة والله جينا شغل الحقول الباذرة تحتاج الى بذور طبعا البذور هنا نجي بذور قصب السكر والله ما ادري هاي واي 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 وا شقر كان نجي بالعربة جنبه ونعبي اه خلص نضغط بالار علشان نعبي هذا الصندوق اللي نشوفه معاكم هذا كله قصب سكر مليان طبعا شتلات شوف كيف طريقته ان شاء الله راح يكون عملنا لزراعة قصب السكر سهلة وراح ان شاء الله تستفيدون منها كحلقة لللي يلعبون هذه اللعبة وودهم يعرفون عن زراعة قصب السكر وكيف راح نحصدها طبعا بعدين مش في الحلقة هذه راح ننتظر ايام الحصاد ونحصد معاكم مثلها مثل القطن احنا في انتظار الايام اه تمضي وبعدها يجينا وقت اه حصاد القطن نشوف كيف الان عملية الزراعة لانه يزرع بالشتلات ولا يزرع اه بالبذور اوكي راح نوظف عامل اه نخليه يقوم بالعمل وشوفوا طريقتها الان هي راح تمشي وتزرع طبعا على شكل خطوط صغيرة ما هي مثل اه الباذرات اللي احنا نشتغل فيها يعني راح يطول راح ياخذ وقت طويل طبعا شكله هو اللي حاسبنا لانه السيد في الاعدادات ما تركته اه انه من عندنا وهذا الافضل وش يسوي فيهم السيد ما هو بسهل يعني كل ساعة احنا بنروح للتاجر ما هو اه اللي هي البذور طبعا السيد ما هي موجودة عندنا في اه المزرعة علشان نقول نجيبها ونخليها على حسابنا رايحين جايين راح نترك البطل هذا اللي مستلم التركتور ويبذر قصب السكر نتركه يشتغل على حاله واحنا نروح نشوف لنا شغلة ثانية اه راح نغسل المعدات طبعا علشان يخلص هذاك يحتاج الوقت طويل طبعا حتى ينتهي من موضوع اه الشتلات نغسل معداتنا الان نشوف اه المعدة جدا راح نزل المحراث هذا هنا اوكي نزلنا المحراث هذا وخلصنا من عنده وكذا نستفيد من التركتور هذا يكون يعني فاضي عنده اشغال يقوم فيها خلونا نخلص قصب السكر وبعدها نعود معاكم مرة ثانية اه نشوف اشي اللي حصل واشي اللي صار طبعا هل عندنا عمل نعم عندنا عمل عندنا عمل الان نعطي الحقل هذا اه حقل القطن فرتلايزر قبل ما يفوت علينا الوقت اه نعطيه مرة ثانية فرتلايزر للمعلومية الشتلات الان اه بداية بداية ظهورها اه ما تتضرر اه او ما تتدمج من المعدات اه اللي تشتغل عليها داخل الارض ولكن لازم نحسب حساب بانه لما تكبر شوي لا راح تتدمج وراح يكون اه يعني في مشكلة عليها يلا خلنا نخليه يشتغل الان يعطي فرتلايزر اه مثل ما نقول اه المستوى الثاني اللي راح يوصلنا الى مئة بالمئة من الفرتلايزر ابقارنا طبعا اللي في في الكاوبرن اه الثاني اه بدت تزيد اسعارهم بدوا يكبرون ايش ويا اه ما زال ما عطانا مؤشر انهم يعطون حليب ما زلنا ولكن انا راح اعمل اليوم وياكم التجربة والتجربة يقولون خير برهان خلوني اروح اخذ التركتور الكبير فيه تجربة حلوة راح اعملها وياكم وان شاء الله راح تعجبكم هذه التجربة باذن الله طبعا هذا التسخ مرة طبعا كان الغسيل هذا انا ودي والله اشيله وودي عند الورشة ودنا نبيع بعض الابقار علشان نجرب موضوع ولادة الابقار وتكاثرهم كيف نسوي نروح الى الحضيرة اه الحضيرة الجديدة الحضيرة اللي انشأناها مؤخرا واللي هي هذه واللي فيها ابقار سنهم صغير نروح نبيع منهم اه عندنا كم احنا ثمانين ودنا نبيع تقريبا لو قلنا خمسة خمسة اعنى خمسة من هنا بيعنا خمسة سيل طبعا سعرهم احنا شريناهم ميتين والان وصل السعر ما شاء الله بعد مضي من عمرهم اربع شهور وصلوا الى ثلاثمائة وخمسة وسبعين طبعا راح ابيعهم انا لي قصد القصد اللي انا ودي اعمله اني اجيب ابقار من الابقار اللي في الحضيرة الثانية ونزلهم هنا اوكي كويس ربطنا والان نروح الى مكان التحميل طبعا لو كان عندك اه حضيرة ابقار او عندك عدد حضائر ابقار تقدر اه تنقلهم من حضيرة لحضيرة بالطريقة هذه طبعا ابقار دواجن اه يعني اي حيوانات اللي لها حضائر تقدر تنقلهم بالطريقة هذه خلاص الان نقدر نفتح الابقار اللي عندنا هذه اه انتاجيتها ستين خمسين انتاجية نشوف انتاجية هنا ثمانين في المية وصل انتاجيتهم راح ناخذ ابقار من هذه اثنين انقلهم الان معانا اوكي وراح ناخذ اثنين كذلك من الصنف هذا اللي هو البراون راح انقلهم الى وين الى الحضيرة الجديدة اللي قبل شوي بعنا من من الابقار اللي موجودين فيها وراح بعد نبيع زيادة علشان يبين معانا الرقم ان شاء الله بعدين هل الرقم راح يتغير او ما يتغير طيب راح ننزلهم وين اول شي خليني ابيع راح ابيع اثنين بعد زيادة من هنا الان العدد عندنا خمسة وسبعين راح تبين عندنا الحضيرة بان فيها تسعة وسبعين وفيها صغار وفيها يعني تخيلون اشي ابيع واحد خلوني ابيع واحد او ابيع واحدة من الابقار الصغيرة احسن بعد راح اخليهم ستة وسبعين خلاص صاروا ستة وسبعين من ثمانين راح نعود بعد فترات قادمة وبنشوف الابقار الاربعة اللي جبناهم تقريبا هل راح يتوالدون او ما راح يتوالدون تمنى الشي هذا هو اللي راح يصير باذن الله معاكم مستقبلا بالنسبة للخراف انجحوا في عملية تكاثر وحنا شفنا معاكم في الحلقة الماضية تقريبا هذا الموضوع وانتهينا من عندنا بدت نشوف نشوف الحقول بدت تتلون بألوان كل حبوب حسب ما نشوفها على اليمين كل حاجة طبعا احنا نملك حقول كثيرة من الكنولة وحقل كبير من القمح ضروري انا محتاج للقمح علشان انتج منا حبوب ان شاء الله باذن الله وننتج منا كذلك الحقل ننتج منا كميات الستر علشان نخزن الكميات الكبيرة بحكم اننا عندنا الان حضيرتين ابقار فيحتاجون ستره كثير كيف نعمل نبيع نشتري شوفوا هذا كيف يشتغل شغلة شغلة متعبة وانا شوف هنا باقي مكان ما كمله طريقته ماهي حاولت اضبطه ما قدرت معه هذه خلية نحل شوي متطورة وكبيرة ونشوف النحل قاعد يطلع من عندها يقول ما حطيت مكان خاص المنتج منتج النحل لما ينزل ما حطيت مكان خاص اللي هو النحل هنا في مكان ولكنه صغير للاسف مرة صغير صغير هل راح يقبل يبدو ان كل واحد له صندوق الحالة يمكن اتوقع كذا يعني مش معقول ايوه تغير هل تغير الوضع نعم اه تغير كان الوضع يقول لي انتظر تجميعة العسل راح جينا تجميعة العسل في المكان هذا لكن هذا ليش موقف انا بأماني بعارف سبب وقوفه في المكان هذا ليش ما تجمع يلا ننتظر يعني هذه احد الاشياء اللي انا ما عرفت لها بالنسبة للعسل ما فهمتوش الموضوع اوكي البيوت المحمية اه بادية تجمع لنا اه انتاج اه البيض اه ما شاء الله اه بادي يجتمع الفرتلايزر نشتريه من التاجر وراح اوريكم كيف طريقته نحصله عند التجار هذه فرتلايزر هذا نوع من انواع الفرتلايزر نشوفه هذا اوكي اه الثاني نشوفه اه يجينا بالطريقة هذه هذه نوع من الفرتلايزر وهذا نوع من الفرتلايزر وبعد وعندنا الصهريج هذا نوع من الفرتلايزر لكود فرتلايزر لكود فرتلايزر هذه كلها النوعيات من الفرتلايزر من المحسنات الزراعية فاحنا الان تكلمنا عن موضوع فرتلايزر المحسن الزراعي اللي نشتريه من التاجر وهي كلها تعطي ولكن في نوعين من الفيرتلايزر اللي يحسنون المحسن الزراعي داخل الحقول وهي هذا السماد السائل اللي هو السلوري نقدر ناخده طبعا اذا كان عندك حضيرة البغار تقدر تاخذه من حضيرة البغار تجيب صهريج خاص مخصص له رشاشات بالطريقة هذه اللي احنا نشوفه عادة او البانكر الخاص بالسماد الجاف اللي بنيناه جنب حضائر البغار تجيب العرب المخصصة برش السماد الجاف وترش والنتيجة النهائية يعطيك فيرتلايزر سواء الفيرتلايزر اللي تشتريه من التاجر وهو غالي او السلوري اللي هو السماد السائل او السماد الجاف كلها تعطيك نتائج عن الفيرتلايزر يلا خلنا نخليه يكمل الان مشواره ونعود معاكم نروح نشوف الاخ هذا هذا شغال كويس ولكن يا الله متى تخلص انت تخلص الشهر الجاي اتوقع راح ياخذ وقت طويل وانا بالنسبة لي يعني مبطء اللعبة مرة نشوف الشقر كان هذا الشقر كان كم مبيعاته يعني كم ينباع والله يا سعر فاشل غسم بالله انه سعره شوف يعني هذا سعر سعر لعملية شوف ما يزيد يزيد ميتين وخمسة وثلاثين يعني سعره فاشل ولكن انا بقول لكم ممكن يكون يعطي انتاج عالي ممكن فاحنا متى راح نجي للشي هذا راح نجي بعدين لما نجيب الحاصدة هذه الحاصدة هذه الحاصدة شفتوها هذه الحاصدة هذه اللي تحصد هذه اللي راح تحصد انه غصب السكر ويا الله يعينك طبعا في حاصدات اكبر من هذه شوي طبعا هذه القطن اه شقر تكنولوجي هذه هذه شوف هذه المعدة قيمتها بكم تلاثمائة وتسعة واربعين طبعا احنا راح اذا اخذناها بناخذها اجار يعني لو شفناها اجار بسبعة طعش الف يعني مضطر اني اخذها اجار وراح نوريكم العمل ان شاء الله كله باذن الله في وقته وفي حينه يلا راح يكمل مشواره وان شاء الله راح يكفي لين النهاية وبنخلص بالموضوع هذا انا احس انه شوي اه طولنا في في خدمة اه الحقول وهذا الشي ما ودي فيه ولا والان راح يزيدنا وجع والم حقل تسعة وستين هذا اللي قاعدين الان نزرعه الشقر كان الحليب كانتاج جدا عالي ولا بد الان احمل علشان نشوف مدى اه سعة سعة التخزين اللي موجودة طبعا انا اقدر ابيع على طول مباشرة ما انتظر ايوا بدا يحمل حليب الحليب هذا اللي هي قنينات الحليب ومنتج قنينات الحليب مثل ما شفنا المرة اللي فاتت عطانا سعر جدا حلو جدا جميل خلاص مئة بالمئة بنوصل حمولة العربة هذي مئة بالمئة يا السلام نشوف مئة بالمئة كم تجيب لنا من مبلغ وراح نقسم معاكم مبلغ على العددية ستعاش الف لتر ستارت اوبرلود ستعاش الف لتر نشوف كم من القيمة ثلاثة وسبعين الف ثلاثة وسبعين الف لو قسمناها على ستعاش الف لتر احنا نبغى الالف راح نقسمها على ثلاثة وسبعين الف راح نقسمها على ستعاش ستعاش اللي هي للالف راح احنا نبغى قيمة الالف لتر كم تساوي طلع معانا اربع الاف وخمسمية واثنين وستين يعني احنا الحليب شوفوا الحليب كم سعره لو بعناه حليب يعني عندنا الان عشر الاف لو بعناه كم شوفوا السنوي يعني السنوي نشوف اعلى شيء سنوي الف وثلاثمية احنا الان بعناه بعناه بعد ما دخلنا المعمل هذا باربع الاف وستمية يعني كم ضعف ضعفين ثلاثة تقريبا نقول ثلاثة ونص ضعف سعر جدا مجزي سعر جدا جدا جميل طيب احنا في شهر مارس نشوف الاقمشة الان الاقمشة اللي هي الملابس نشوف سعرهم النهائي متى الان ثمنطعش الف والله هي متى الثمنطعش الف الان بسبعة وطعش الف نعم ارتفع تذكرون الفترة الماضية لما قلتلكم نبيع ان شاء الله في ابريل فعلا الان طبعا هنا عندنا ثلاثة الاف وهنا عندنا تقريبا الف طبعا هو شغال ولكنه بطيء راح انتظره شوي علا وعسى السبعمية واثنين واربعين هذه تكمل وتصير الف علشان نشيل خمسة الاف من الملابس شوفوا شوفوا البط شوفوا البط شوفوا البط يا اخي صارنا يوم كامل واحنا قاعدين ونتوق نروح نشوف هل يوجد حاجة لقصب السكر هذا قصب السكر ما عندهم غير هذي بالنسبة للمعدات ولكن العربات شوفنا وياكم قبل شوي كهذه شوفوها ما في الله هذي طبعا هذي في وحدة اكبر منها بشوي هذي بلانتا راح اشتريها ايش رايكم اتوقع انها تعطي تعطي مكان اثنين طيب ليش ما ناخذها ليز بربع الاف خلاص انا استأجرتها بدل ما اشتريها ما لا داعي ابي فيها الفين شتلة ان شاء الله بتكفي شوفوا هذي هذي تجي من حوضين اتوقع شاتلتين تشتل لنا اتوقع هي اللي راح تنقذ الموقف لنا شوي طيب يلا الان راح نوظف واحد نخليه يبتدي هنا من المنتصف شوفوا هذي تاخذ اكثر هذي تمسح لنا اكبر مساحة لانه ودي اخلص بسرعة وبعدين الاجار ماهو غالي خلوني اشوف هل يوجد عندي في القراج هي نفسها هذي اذا موجودة راح ابيعها الان على طول واتخلص منها ما هي موجودة يعني انا اخدتها اجار واحدة بس الاجار يعني هذي انا شريتها طيب وين حطيتها ما هي موجودة هنا اه هذي راح ابيعها ما ابغاها فكني منها خلاص هذاك وقف وراح نجيب واحدة ثانية لا اتوقع هذا والله بيمشي الشغل خليه يمشي الشغل راح اجيبه هنا شوي علشان يبتدي الحقل صح شوفوا كيف راح اخلص من الحقل بسرعة بدل هذاك طبعا هذاك غلطتي اني انا ما انتبهت مرت علي الشغلة هذي من اول ولكن نسيت حيانا الواحد ينسى ايوه من هنا نبتدي الان راح اقول له يلا قم بالعمل الحالك وراح اكيده نشوف الحقل شوي شوي معاكم ينتهي باذن الله بوحدة بس تكفينا عندنا هنا حقلين وهي المزرعة هذي نملكها لكن للأسف هنا نشوف ثلاث حقول فاضية من مزرعتنا اللي اخذناهم فاضيات هذول المفروض احنا نزرعهم ونستفيد من عندهم ولكن وش اللي نزرعهم نقدر نزرعهم سن فلاور بصراحة يعني السن فلاور ممكن نقدر نزرعهم الآن ولن تلاحق حالنا قبل ما يفوت علينا الموسم ولكن هذي يحتاج لها الى حلقة قادمة ان شاء الله باذن الله التقي فيكم متابعيننا الكرام اتمنى ان شاء الله حلقتنا لهذه اليوم راح تعجبكم واتمنى لكل من يشاهدنا ولكل من يحب هذه اللعبة ويتابع قناتنا لمشاهدة لعبة محاكي المزرعة 22 وهو يشاهدنا وما زال ما اشترك اشتركوا معنا القناة الآن من عمرها راح ان شاء الله خلال أيام نخلص سنتين من من نشر الفيديوهات فاتمنى عمل سنتين يثمر اقل شي باننا نتجاوز 3000 مشترك ونحن للأسف الى الان تحت 3000 مشترك ولكن ما نقول ينسون ولكن قد يكون بعضهم ما فتح الاكاونت حقه يعني ما فتح بحساب اليوتيوب حقه لانك اذا ما تفتح بالحساب تشاهد فقط بدون ما تفتح الحساب ما تقدر تشترك ما تقدر تعمل كومتات اللي هي تعليقات حتى يمكن اللايكات ما تقدر تعطي لازم تفتح اليوتيوب بالحساب حقك علشان تتمكن من ثلاث الأشياء المهمة هذه لكل شخص يقدم لك محتوى جميل ويحاول يسعدك اتمنى ان شاء الله رسالتي راح توصل لكم واتمنى ان شاء الله خلال الأيام القادمة تخلونا نتجاوز الثلاثالاق مشترك والآن اقول شكرا لكم يعطيكم العافية على تعليقاتكم الماضية وعلى اشتراكاتكم على اللايكات اللي تعطونا واتمنى ان شاء الله اشوفكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة من لعبة محاكي المزرعة ومع السلامة اشتركوا في القناة